اشتركوا في القناة صحة وسعادة اشتركوا في القناة 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 اليوم الثاني يوم الافتتاح لهذا المؤتمر لان المؤتمر بدأت فعالياته يوم السبت وكان الافتتاح الرسمي لهذا المؤتمر يوم الاحد فهذا كان ملخص عام من خلال يعني تواجد زميل يوسف سعد مرسلنا في برنامج صحة وسعادة نطلع فاصل ونقول اخبار على راحتي خلنا نقول كم خبر عيه يقول الشعور بالشيخوخة يزيد مشاكل الذاكرة توصل الباحثون بعد اجراء دراسة حديثة الى ان شعور كبار السن بانهم عجائز او اكبر من اعمارهم الحقيقية تزيد خطر اصابتهم بالخرف وتدهور الادراك وذكر الباحثون انه كلما زاد احساس كبار السن تجاه انفسهم بانهم عجائز او اكبر من اعمارهم الحقيقية زادت احتمالات تدهور الادراك في السنوات التالية فمن بين نحو ستة الاف مواطن امريكي من كبار السن تمت متابعتهم على مدار فترة تراوحت بين عامين واربعة عوام كان من شعروا بانهم اكبر من سنهم في البداية اكثر عرضة بنسبة تمنتعشر فالمائة للاصابة بضعف الادراك واكثر عرضة بنسبة تسع وعشرين ثليمية للاصابة بالخرف مقارنة بنظرائهم الذين يشعروا انهم اصغر والله كلام منطقي يعني انا ايد هذا الكلام بصراحة عشان شي نحن يوم بتسأل الحرمة كم عمرك تطالعك تشده وخلاص يعني انا اصف اخر مرة ممقصدي سبحان الله 35 كلهم واصلي 35 ما يبغوا يزيدون عن 35 الظهر ما يحسبون اللي اجازات في العمر عموما لا يا جماعة الخير بالفعل الواحد يعني فيه نماذج اشوفه في حياتي لكبار في السن لكن سبحان الله يعني تعلقهم بالحياة وحبهم للحياة ويقبالهم على الحياة يعطيهم سن اصغر من السن اللي هم فيه يعني عندكم اكبر مثال مخرجنا لا سأل فياكم عيسى صغير طيب فيه بعد مجال حق خبر ولا نطلع فاصل بعد كيفي راضي علي اليوم اه فاصل عبالي انا راضي علي والله عموما ما نطلع فاصل بعد الفاصل ان شاء الله ما نتحدث مستمعين عن واحد من المواضيع المهمة جدا واللي ما استعرض فيه الكثير من الاشياء الجديدة الحاصلة في مستشفى لطيفة اللي عنده اي مشاركة حول هذا الموضوع ممكن ان يتصع على رقام ستمية خمسة وخمسين واحد أربعة واحد أربعة او عن طريق الرسالة نصية على أربعة صفر صفر ستة بتكون معانا ان شاء الله فاطمة بوهنات بخبركم منه فاطمة بوهنات بعد الفاصل صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتيزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين قبل الفاصل وعدناكم أن نحن نتكلم على موضوع جميل جدا هذا الموضوع معني بمركز السعادة مركز السعادة في مستشفى لطيفة يعني هذا المركز بدأ استقبال المراجعين يعني من بداية شهر أغسطس الماضي يستهدف تبسيط الجراءات الحصول على الخدمات النوعية ليوفرها المستشفى بشكل متكامل الهدف منه تحقيق رضا المتعاملين وإسعادهم طبعا هذا المركز جاء أيضا من توجهات الهيئة وجهودها المبثولة نحو الحصول على الرضا العام عند المتعاملين وأيضا الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة أكثر صحة وسعادة للحديث عن هذا المركز معنا في الستوديو الأستاذة فاطمة عبدالله مصبح بهناد مدير الشؤون المالية والإدارية بمستشفى لطيفة حياة الله معنا فاطمة صباح الخير أخ محمود صباح السعادة أزائنا المشاهدين طيب أنا سامحيني بس لنا شوي عيسى يعني عنده بعض الملاحظات يبغي يبغينا نذكرها يعني في البرنامج لكن نتمنى بعد الفاصل يمكن نشوفها عموما نرجع للمركز اللي نحن ما نتكلم فيه أهمية تنشاء مثل هذا المركز اختفاط ما مركز يعني حسب الكلام اللي أنا سمعت اللي حين ما شفته وإن شاء الله إذا لقيت وقت اليوم بحاول أمركم بطلع المركز لكن الكلام اللي سمعت عن هذا المركز شي جميل جدا ويرفع رأس فخلينا نتكلم عن بداية أهمية تنشاء مثل هذا المركز من منطلق وحرص حكومة دبي وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله على رضا المتعاملين وإسعادهم أطلقنا هذه المبادرة والتي تهدف إلى خدمة العميل وإسعاده في مركز سعادة موحد بحيث يتم تقديم الخدمات الإدارية بمستشفى لطيفه في مكان واحد ألا وهو مركز السعادة طيب الخدمات الإدارية اللي يقدمها هذا المركز شو هي بالضبط الخدمات الإدارية أخ محمود اللي يقدمها استخراج شهادات الميلاد البطاقات الصحية طلب التقارير الطبية إدخال المرضى خدمة التحصيل المالي خدمة التأمين بالإضافة إلى خدمة الصيدلية وكذلك تم التعاون مع الإدارة العامة لإقامة وشؤون الأجانب بدبي بتسجيل المواليد الجدد وسيتم إن شاء الله التعاون مع هيئة الإمارات للهوية بتقديم خدمة إصدار الهوية جميل هذه الخدمات كل الواحد كلها بتكون مدرجة في مكان واحد العميل ممكن أن يدخل هذا المركز تؤدي لهذه الخدمات كلها طيب أنا اللي عارف نحن عنا توجه إلى الخدمات الذكية يعني فيه خدمات ذكية وكذا فهذه الأمور يعني ما الواحد ممكن يخلصها بالتالفون ولا لازم فيه فيه توجه إن شاء الله وفي خطط مستقبلية لتوفير جهاز جهاز الكايوكس اللي هو يتم تقديم طلب التقرير وتقديم شهادة طريق هذا الجهاز وسيكون متوفر في مرافق الهيئة إن شاء الله وحاليا جاري العمل مع إدارة تقنية المعلومات اللي الانتهاء منه ممتاز جدا طيب هل هناك تقنيات معينة أخرى تم تزويد المركز فيها حاليا المركز فيه جهاز للترقيم وفيه جهاز قياس رضا المتعاملين اللي هو قائم بالنسبة لحكومة دبي ممتاز جدا طيب الآن المركز فتح تقريبا من أو أو الثاني من أغسطس نعم من ذاك التاريخ لين اليوم شو العدد اليومي المستفيدين يعني من من الخدمات المركزية أو الأفرج يوميا كم تستطيعون الأفرج تقريبا من 300 إلى 350 مراجع من 300 إلى 350 مراجع مراجع يوميا يوميا ما شاء الله يعني عدد والله كبير على مدار الساعة أنتوا تفتحون 24 ساعة مو بشكل الخدمات بعض الخدمات على مدار الساعة وإن شاء الله بيكون في المستقبل الخدمات كلها طيب كم عدد العاملين في المركز وشو هي قدراتهم على التعامل مع الجمهور يعني هل دخلتهم دورات معينة أنا عارفة اللي يشتغل في مجال خدمة العملاء لا لازم أنه يكون تجاوز مجموعة من الدورات التدريبية في فن التعامل مع الجمهور خاصة نحن نتكلم يعني بشكل كبير عن أن نسعي لتحقيق السعادة من خلال هذه الخدمات الزبون دائما يكون على حق نزين حتى الأول طان هو على حق عررت يشغيل وأيضا الواحد يعني هذا اللي يتعامل مع المستشفيات ولا مع الأطباء يكون في حالة نفسية شوية ما تكون يعني أمية بالأمية أن هادي وكذا لا يكون عصب ولا مضايج لأنه ولده أو بنته تعبانه فيحز في خاطر أنه يشوف حد جريب عليه كذا بهذا الشكل فأنتو شو سويتوا مع الموظفين اللي يشتغلون في هذا المركز حاليا عدد 18 موظف يعملون بالمركز وتم اختيارهم بدقة بحيث يتم تقديم خدمات متميزة وتم تدريبهم على مدار السنة على كيفية التعامل مع العملاء لتكون لديهم القدر على إسعادهم من خلال الخدمات التي يقدمونها والإجابة على استفساراتهم فهناك دورات بصفة دورية في السنة تؤهل الموظف لتقديم هذه الخدمة وإسعاد العميل كم موظف قلت لي تقريبا حاليا 18 موظف 18 موظف مو بشوية على 24 ساعة إن شاء الله بيكون في طور زيادة العدد وكم كاونتر 18 كاونتر طيب هذين 18 في 18 اللي يشتغلون يقدمون جميع الخدمات اللي ذكرتيها واللي بتناولها أنا حقيقة بالتفصيل خدمة خدمة من هذه الخدمات بنشوف شو المتطلبات اللي تحتاجون في هذا المجال يعني بنحاول نجزها قدر الأمكان للمستمعين الآن بالنسبة لمستشفى لطيفة يعني يمتلك العديد من الكفاءات الطبية المتميزة والأجهزة والتقنيات المتطورة إضافة إلى اعتماده عالميا من اللجنة الدولية المشتركة لإعتماد المؤسسات الصحية هذه العوامل كلها اختفاط ما ساهمت يعني بشكل كبير في زيادة الثقة في هذه المستشفى وزيادة الضغط على خدمات المستشفى كذلك السؤال يعني هذا الضغط أنتوا تحاولون قدر الأمكان كم تتغلبون عليه طلعتوا تشريعات جديدة بعض المشتشريعات بقول يعني آليات عمل جديدة للاستفادة من خدمات المستشفى يعني خلينا نتكلم عن هذه الآليات الجديدة اللي استحدثتوها بعض الخطط اللي حطيتوها لتحقيق أكبر استفادة لأكبر عدد من المتعاملين من خدمات المستشفى أخ محمود حاليا تم التنسيق مع مراكز الرعاية الصحية بالهيئة لمتابعة الحوامل المتابعة الأولية للحوامل ويتم أخذ الموعد عن طريقة أقرب مركز ومن ذلك يتم تحويلها إذا حتاجت الحامل الرجوع للمستشفى هذه أول حالة ثانيا لدينا خطة توسيعية كثيرة اللي منها قسم الطوارئ في خطة توسيعية لتوسعة المبنى وكذلك قسم الولادة هناك خطة تطويرية لتوسعة جنحة الولادة بالمستشفى جميل طيب الآن بالنسبة للحوامل مفروض أن يرجعوا مراكز الرعاية الصحية وهناك كذلك بقاطعك في توعية للمجتمع بضرورة زيارة المراكز الصحية في الحالات الغير طارئة اللي هو ينزل إعلان في الإذاعة أقرب إليك هذه توعية للجمهور بضرورة زيارة المراكز الحالية في الهيئة للحالات الغير طارئة حتى نترك الفرصة للحالات الطوارئ لعلاجها في المستشفى لترك الفرص للحالات فذلك نوجه أعزائنا المستمعين بضرورة في حالة إحساس الطفل أو المرأة بأي أعراض صحية بسيطة تكون التوجه لأقرب مركز صحي ومن ثم إذا احتاج إلى تحويله للمركز يتم ذلك بالتنسيق مع الرعاية الصحية جميل جداً أنا بعد يعني بضيف على كلامك أو بشدد على كلامك أن مسألة أن أحياناً كثيرة مو بس في طب الأطفال حتى البالغين يصير فيه يعني تحقيق ضغط على مراكز الطوارئ لعدم وجود الوعي الكافي بآلية العمل في مثل هذه المراكز ونالك أيضاً هذا المؤشر الدولي المعتمد على حسب الحالة الطارئة وين ممكن توصل فزيتيام وكحة يعني المفروض أن الواحد يشوف طبيب الأسرة ما يأخذ على الطوارئ أنا هاي وجهة نظري وحياناً ممكن الناس ينتظرون أكثر من الوقت اللي ممكن يقضونه في المركز الصحي وهذا يساعد على ترك الفرص للحالات الطارئة ترك الفرصة للطبيب يشوف الحالات الطارئة بذب عموماً نحن ما نطلع فاصل وما نرجع من استكمل هذا الحديث اختفاط ما خلونا نرجع نتكلم عن الخدمات اللي موجودة في مركز السعادة بشكل مفصل أكثر ونتعرف أيضاً على الخدمات الأخرى اللي تقدمها لنا تقدمها لنا مستشفى لطيفة بعد الفاصل فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام رقام التواصل معنا على 6551414 وعبر الرسالة النصية على الرقم 4006 اليوم نحن موضوعنا فاتحين المواضيع الخاصة بشؤون الإدارية في مستشفى لطيفة شؤون الإدارية نتكلم يعني عن الخدمات اللي تقدم من خلال خدمات الدعم الإداري في مستشفى لطيفة ما نتكلم عن الأمراض ما نتكلم عن الأمور الطبية لأن ضيفتنا في الستوديو سيدة فاطمة عبدالله مصبح بوهناد هي مدير الشؤون المالية والإدارية بمستشفى لطيفة وكنا قبل الفاصل للي انظام لنا قبل قليل نتحدث عن مركز السعادة الذي تم افتتاحها في مستشفى لطيفة وبدأ أعمالها باستقبال المراجعين مع بداية شهر أغسطس طبعاً هذا المركز حسب ما قالت أختي فاطمة قالت أنه يستقبل تقريباً ما بين 300 إلى 350 مراجع نذكرهم بالخدمات اللي تقدمونا في المركز اختي فاطمة الخدمات خدمة استخراج شهادة الميلاد والتي تطلب صورة الجواز بالنسبة للأب والأم وصورة خلاصة القيد كذلك البطاقات الصحية استخراج البطاقات الصحية طلب التقارير الطبية لصاحب الشأن يكون عليه أن يقدم طلب تقرير طبي أو ولي الأمر بالنسبة للطفل خدمة إدخال المرضى وإخراج المرضى وهي على مدار 24 ساعة كذلك خدمة التحصيل المالي وخدمة التأمين بالإضافة إلى خدمة الصيدلية على مدار الساعة صيدلية مفتوحة 24 ساعة ولا يحتاج العميل إلا لبضع دقائق لاستخراج المطلوب وفي النهاية يكون سعيد إن شاء الله هو مركز السعادة وإن شاء الله اللي يدخل يكون مستانس ويخلص أموره إن شاء الله نتمنى السعادة للجميع كنت تتكلمين مثل الفاصل لاختفاط ما عن المجهود الشركاء اللي اشتغلوا معاكم في هذا المركز وذكرتي الإدارة العامة للجلسية والإقامة ذكرت أنه كان عندهم دور كبير كذلك في إنجاح هذه أحب أشكر اللواء محمد المنري وطبعا قمنا بالشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لأن العميل يحتاج إلى تسجيل مولود الجديد في الجواز كالعادة فبدل أن العميل يذهب إلى إدارة الإقامة ويستخرج هذه الخدمة فقمنا بالتعاون معهم بتوفر موظف من الإدارة العامة وشؤون الإقامة بتواجده في مركز السعادة لقيامه بهذه الخدمة يؤديها الخدمة ويستخرج ويسجل المولود الجديد يسجل المولود الجواز يقدر ياخذه من عندكم بعد لا حاليا لا بس إن شاء الله في المستقبل حاطين هذه الخطة في المستقبل نطلب منهم توفير الجواز وحاليا تم التعاون مع هيئة الإمارات للهوية وسنقوم بتقديم هذه الخدمة في إصدار الهوية كذلك بالقريب العاجل وهذه الخدمات متوفرة للمواطنين فقط للجميع بس حاليا تسجيل مولود الجدد فقط للمواطنين وإن شاء الله في تطور إن شاء الله بيكون لنا خدمات أخرى ونحب أن نطور من هاي الخدمات بحيث العميل يستخرج كل ما يمكن نستخراجه للمولود الجديد في نفس المكان طيب اختفاض ما هنا إذا أنا أتكلم عن جمهور إذا عندهم بعض الاقتراحات بعض الأشياء اللي ممكن يتواصلون فيها معاكم وين ممكن يروحون في المستشفى كما هو معمول في برامج الاقتراحات اللي عندنا وصل صوتك في الهيئة هناك موظفة للاقتراحات متواجدة في المستشفى والموظفين كذلك تم تدريبهم على استماع كل الاقتراحات وتوجيه العميل إلى المكان المخصص لوضع الاقتراح جميل وعندهم رقم 24-7 days 24 ساعة على مدار الأسبوع اللي هو 800-342 800-342 يعني هذا الرقم موجود لإستقبال كل الاقتراحات جميع الاقتراحات والملاحظة وأنا أفضل دائما يا جماعة الخير اللي عنده بعض الملاحظات ولا بعض الاقتراحات يتصل على هذا الرقم ويعطيهم هذه المقتراحات لأنه تدخل في نظام الاقتراحات المعمول به في حكومة دبي واللي يأخذ له رقم معين وتبتدي عملية المتابعة بجرد ما يدخل في السيستم هذا النظام خلاص يمشي باقتراحك بشكل أو بآخر أيضا نحن من خلال البرنامج في إدارة مستشفى الطفاق محمود نحن دائما ننظر لهذه الاقتراحات بنظرة إيجابية ونحاول أن نطبقها ونسمع من العميل اللي يقدمها الاقتراح بالعكس أنه نبقي نطور للخدمات فليش يعني ما هو يكون لدور فعال في رقيب الخدمات هذه سمت المجتمعات المتحضرة دائما الاجتماعات المتحضرة هي التي تبنى بمختلف الاقتراحات والأفكار التي تقدم من قبل الجمهور أيضا من خلال برنامج نبعد كذلك جميع المقتراحات وجميع الملاحظات التي تأتي من خلال هذا البرنامج تم رصدها وأيضا إدخالها ضمن المنظومة منظومة الاقتراحات التي تقدمها هيئة الصحة بدبي في خدمة جميلة ما تكلمنا عنها عندكم في مستشفى اللطيفة هي خدمة قديمة جدا لكن من الخدمات اللي بالضعب حين أنت الصاصريني ترى ينسمع عندنا خدمات الأجنحة الخاصة مثل جناح البستان خبرين عن هذه الخدمة وكيف الواحد ممكن يستفيد منها وليش أصلا أنه سويت الخدمة هذه سويناها الخدمة هذه الأجنحة الخاصة بناء على طلب العملاء بما أنه مستشفى ولاد فالأمهات يحبون أن يستقبلون مهنئينهم بالولادة في مكان يكون لبقهم ومكان يكون لائق بهم فنحنا حاولنا أن نسمع أول شيء رأي العملاء وأيضا بشكل ما يزعج المرضى الثانين طبعا ما يزعج المرضى الثانين فكوننا جناح كامل هذا الجناح فيه ثلاث فئات فيه عدد غرف ست غرف خاصة وفيه أجنحة متوسطة وأجنحة كبيرة ثلاثة أجنحة متوسطة وستة أجنحة كبيرة ثلاثة أجنحة متوسطة ستة صغيرة وستة كبيرة ستة جنحة كبيرة وستة غرف خاصة ممكن أنها ما تحتاج إلى جناح تحتاج إلى غرفة خاصة ممتاز غرفة خاصة على حسب احتياجات العمية الأجنحة الكبيرة هذه يعني مسوينا على أساس اللي ممكن يسوي له حفلة داخل لا اللي عندها زوار كثير واللي تحب أنها بعد الولاد مش حفلة زيارة زيارة ما شاء الله بس بيطعم الحفلات طيب الفكرة بالنسبة للأسعار الحاصلة حاولنا أن بقاطعك أخ محمود أن نقدم كل الخدمات أو أن نجهز هذه الأجنحة لتكون مثل مستوى الفنادق مستوى خمسة نجوم أو سبعة نجوم بما فيه من تقديم أشياء بسيطة اللي هي نقدم مثلا سلة الفواكه للعميلة مع الجرائد اليومية في الصباح في موظفات تهتم بخدمة العملاء في الجناح تقدم لهم حتى الخدمات شهادة الميلاد أو أي شيء تقدر تقدم لهم إياها في نفس غرفة طيب اللي يبغي يستفيد من هذه الخدمة كيف ممكن يقدم عليها هل قبلها فترة ولا شو اللي تسوون بالضبط ممكن أن العميلة تمر على مكتب إدخال المرضى وتسجل اسمها وعلى حسب ما هي متوقعة دخولها في المستشفى تقولهم أني أنا أرغب في حجز جناحي بما وإذا حابت تشوفها قبل بعد ممكن أن نراويها للجناح طيب أنا عندي سؤال يقول السلام عليكم ما لأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الصحية عندك فكرة عن الموضوع البطاقة الصحية على حد علمي صور الجوازات أو صورة الهوية صورة الجوازات أو الهوية وأيضا نعتقد صورة شخصية صورتين صورتين حاليا الأجنحة هي موجودة بتواجدها في مستشفى لطيفة ها ذكرنا أسعارها ولا لا ما ذكرت الأسعار أعتقد أسعار الغرف الخاصة 1300 الأجنحة المتوسطة 3000 والأجنحة الكبيرة 4000 لكل ليلة ما بغالي ولا رخيص لا بالنسبة للخدمات التي قدمها ومستشفيات الخاصة سعر معقول أنا أعتقد المستشفى الخاصة توصل أسعارها ونحن نحاول أن نضاهل خدمات المستشفى الخاصة ونقدم خدمات أكبر وأسمى منهم صحيح وأصلا أردي عليكم ضغط أصلا ما الواحد ممحصل عندكم حياهم والله حياهم والله بالعكس وإحنا في طور إن شاء الله إن شاء أجنحة يديدة للمستشفى متى بتكون جاهزة هذه الأجنحة إن شاء الله ما أقدر أعدك في خطة مستقبلية يعني 2017 في بداية جنحة الولادة بتكون في 2017 2017 إن شاء الله إن شاء الله طيب شو عندك شديد في المستشفى لطيفة تبغين تذكرينها وتقولين حق المستمعين عن الخدمات اليديدة والأشياء اليديدة اللي تطرحونها في المستقبل أو حتى يعني بعض الشغلات اللي ممكن المستمعين ما يعرفونها وتبغينهم يعرفون شو الأشياء اللي موجودة في المستشفى حالياً نحن فاتحين أبوابنا ومكاتبنا لسماع أي اقتراح في مستشفى لطيفة بالنسبة للتطوير الخدمات الإلدارية وأن نسعى بكل ما لدينا من جهود وأفكار لتقديم ما يحقق لهم من أعلى مستوى السعادة فنرتقي من أجل السعادة وإرضاعهم طيب بالنسبة للتخصصات الطبية نحن ما نطرح الموضوع هذا بشكل مفصل إن شاء الله في القادمة من الأيام نحاول إن شاء الله بعد نصدف الدكتورة ونتهلك هي موجودة في إجازة إن شاء الله يعني نبدأهم قريباً فنتمنى لكم التوفيق أستاذة فاطمة شكراً أخو محمد شكراً عبدالله مصبح مدير شؤون المالية والإدارة بالنستشفى لطيفة كلمة خيرة تبقين توجهينا قبل أن نغتم معات الكلمة الأخيرة اللي أقولها أننا سننشد الارتقاء بخدماتنا من أجل سعادتكم أعزائنا المستمعين يا السلام عليك يا السلام عليك شكراً لك فاطمة وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق المستمر في جميع الخدمات شكراً جزيلاً اللعفو إذن مستمعين كانت هذه نبذة سريعة عن بعض الخدمات التي تقدمها المستشفى لطيفة لزوارة هو أيضاً من بين الأشياء التي كنا نركز عليها يا جماعة الخير أن نحاول قدر الإمكان أن تستوعبون مسألة الزيارة إلى أقسام الطوارئ لأنه مسألة أن الواحد يدخل على قسم الطوارئ لشيء يسوى ولا ما يسوى هذا كان مش بس للأطفال حتى للكبار فمراكز الطوارئ لها آلية عمل معتمدة عالمياً في تصنيف الحالات تصنيف الحالات يتم من خلالها وضعك في تصنيف معين ويقولوا كنت بترية ما بين ساعة ما بين ثلاث ساعات ما بين خمس ساعات على حسب الضغط اللي موجود على القسم نفسه فيعني وجودكم وتعاونكم أكيد رح يساهم بشكل أو بآخر في إنقاذ حياة الناس أيضاً أبغي ذكركم بالحملة كون الأول في التبرع بالدم هذه الحملة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي من خلال يعني التعاون مع نجم الكرة العالمية نجم ريال مدريد رونالدو وطبعاً الحملة تستهدف أن تواعي الناس بأهمية التبرع الطوعي لصالح المرضى في المستشفيات بالدم تهدف الحملة لجمع كميات كافية من الدم لمحتاجيها من المرضى وأيضاً تعزيز ثقافة التبرع التطوعي بالدم وبما أننا نتكلم على هامش هذا المؤتمر الدولي اللي تصدفه دبي لأول مرة في الشرق الأوسط نقول أماكن التبرع بالدم يعني ممكن من خلال التوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم المتواجد في حرم مستشفى لطيفة وأيضاً من خلال الحافلات المتنقلة الواحد ممكن يتابع وين سير الحافلة وأيضاً ما أبغي أذكركم لأنه بفوائد التبرع بالدم لأن هذا في النهاية يعني أنا بس بتكلم على أنه هو عمل يعد من أرقى الأعمال الخيرية الإنسانية للواحد ممكن يسويها في حياتي يعني أنا أشوف أن الواحد تبرع بالدم يعني هذا شيء أرقى من كنت تحط مثلاً بيزات في صندوق التبرعات أنا هي وجهة نظري يعني ممكن يعني كلها أعمال الخير أعمال الخير أكيد بيساهم بشكل أو بآخر في تحسين حياة الناس ويحسسك أنت ساعات بالشعور بالسعادة صدقوني يا جماعة الخير يعني هذه تعلمتها أيضاً من أحد الأشخاص العزيزين على قلبي يقول أشوف يوم يصير مثلاً بيعطي حد من الناس بيعطي مبلغ وقدرة نزين؟ فيمسك يسلم عليه شايف حالك شايف خبارك قلت ما شاء الله كم سنة هنا في الإمارات كم عندك عيال كم ما دير كذا ويسولف ويتخبر عنه ويشوف شو حالته وعقب آخر شيء يطلع له مثلاً خمسين درهم ولا مئة درهم يقول له يعني اسمح لي بس أتمنى أنك أنت تأخذ مني هذا المبلغ ويعني أتمنى أنك أنت تقبل مني هذا المبلغ فشوف الفرق يعني يوم منه واحد ممكن يحب تشذف في إيد واحد مبلغ معين وهو ماشي لا هذا يعني قمة الإحسان أن الفكرة أنك أنت هو اللي يتفضل عليك أنه يأخذ منك هذا المبلغ ممكن أن تتفضل عليه فهذه هي الثقافة اللي نحن نسعى لها وهذه هي الثقافة اللي حقيقة يعني مثل ما يسمونه نحن عيال زاية تربينا عليها طيب وايد سولفت في حس أني طلعت برة على الموضوع ها عيسى طيب نرجع خلينا نقولكم عن دراسة معينة عن الأكل أنا أحب وايد أعطي هذه الدراسات في مجال الأطعمة يقول لك الخبراء يكتشفون الأطعمة المسببة للإدمان زين؟ قامت جامعة ميتشيغان الأمريكية بدراسة الأطعمة التي يصبح تناولها شكلا من أشكال الإدمان المشابه لإدمان المخدرات والتي ترتبط مباشرة بمراكز المكافأة في الدماغ يوصف هذا الإدمان بأنه حالة فقدان السيطرة على الاستهلاك وعدم القدرة على خفض الرغبة في القيام بذلك وتمكنت هذه الدراسة الأمريكية من تحديد الأطعمة المسببة للإدمان بالاعتماد على عدة تجارب شارك فيها 504 أشخاص قد طلب الباحثون من المشاركين في هذه الدراسة الإجابة عن السلة بشكل معين بشأن المشاكل اللي يواجهونها مع أنواع محددة من الطعام مثل تناول كميات أكثر منها أو عدم القدرة على التوقف عن تناولها أيضا طلب الباحثون منهم تقييم تلك الأطعمة وفق مقياس محدد ما بين 1 و 7 علامات تضمنت الدراسة 35 نوع من الأطعمة اللي تحتوي مسويات عالية من الدهون والسكريات والتي ترتبط أكثر من غيرها بسلوكيات إدمان تناولها عاد أشوفوا شو اللي تصدر تصدر القائمة البيتزا البيتزا يعني تصدرت قائمة الأطعمة المسببة للإدمان بعدها يت الشوكولاتة أو الشوكلت أو الكاكاو اللي نحن نسميها في المركز الثاني بعدها رقائق البطاطا عقب البطاطا الكوكيز بعدين المثلجات بعدين البطاطا المقلية عقب البرغر والمشروبات الغازية فالحلوة وأخيرا الجبنة أشارت الدراسة إلى أن الأطعمة العشرة الأولى بالقائمة تتضمن جميعها نسبة عالية من الدهون والكربوهايدرات فعشان شيء نقولكم يا جماعة الخير المعدة بيت الداء المعدة بيت الداء اللي بتحطه في بطنك بيطلع فيك حطيت أكل صحي بتكون إنسان صحي وسليم حطيت دهون وكربوهايدرات ويلست قلت يعني يلا خلنا أكل كله بيطلع فيك بتدفع ثمنة بعدين أنت بكيفك تبغي تكون إنسان يعني صحتك سليمة وتوفر علينا زيارتك للمستشفى ونحن صراحة ما نبغي نشوف حد فيكم في المستشفى يعني للأمانة نتمنى يعني أن وجودكم في المستشفى فقط للفحوصات الوقائية مش للعلاج فالله يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية يا جماعة الخير لما نتكلم الآن السياسة الجديدة في دولة الإمارات هي التوجه نحو وقاية المجتمع فهذه الوقاية يعني ما نقدر نسويها من غير تعاونكم أنتم معانا نتمنى بأمانة ملاحظة بعض السلوكيات الصحية يعني إيجاد نمط حياة صحي وسليم عندك وعند عيالك أو عندك وعند بناتك يعني حاول قدر الإمكان أو حاول قدر الإمكان أنك أنت تلتزم بنامط حياة صحي ليش؟ لأن هذا شيء بيفيدك جدام عموما وصلنا إلى ختام حلقة اليوم نتمنى أن نقدمنا لكم معلومة مناسبة وحلقة خفيفة عليكم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة تقبلوا تحياتي محدثكم أحمود يوسف وفي الإخراج كان معي الأستاذ إيسا سفيل وأيضا في التنسيق الأخ فيصل بن فارس وحتى نلقاكم إن شاء الله في القادم من الأيام غدا إن شاء الله بتكون عندنا حلقة مميزة كذلك فابقوا على الموعد ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر